يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن ميمين عبد الرازق اللي جايدة بقى شوية حاجات لطيفة يعني هقولك اسم الاسم ده يتحكي لي عنه قصة يتقول لي عنه عنه رأيك فيه ايه أول اسم هو الأسطورة لكابتن الكبير كابتن محمود الجاري ده ده حاجة كبيرة جدا ده ده راجل الله يرحمه ويحسن الله سبع عصره بصراحة يعني هو جانقي جاي النادي المصري سنة التسعين أنا تعلمت حاجات قوي من كابتن محمود الجاري أنا معي كاشكول لكابتن محمود الجاري ده بالزبط أكنه بطاقة قومية ليا الله أمال حاجة كده حلوى التعبير آه بطاقة قومية بتاعتي حاجة جميلة جدا لأن الخبرات المترقمة أو الخبرات المتكررة أفضل من الخبر اللي على وقتها واحدة فيه كاشكول ده فيه كاشكول ده فيه كل حاجة فيه لما تشوفك أنه هو بيمرن بيكتب الشغل بتاعه والخطيب آآ موجود ماهر همام آآ الشغل للمعدلات بتاعته إيه هو كان منظم جدا وكان عنده قوضة يقعد فيها أيام مشارات الفيديوهات الكلام ده أنا تعلمت الكلام ده ما هو النهاردة النت موجود إنما ده راجل أستور أي واحد بينقل من عن النت إنما بيفهم بيني لإيه ده التدريبة الوحدة حضرتك يا أستاذ كريم لو أنت عملت صبعك كده 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 بالنفس البطء ده ده تحمل ده تحمل لو عملته كده سرعة لازم الزمن يقل هنا عشان عدد نبضات القلب بيزيد عن كذا كذا بديك حاجات بقى اللي يقولك إيه بسأل الأكاديميين وغدت بقى لك والأكاديمي فاشل الأكاديمي كذا لا 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 ده علم كبير قوي علم التدريب ده فالراجل ده تعلمت منه بصراحة الشغل دوا كابتل محمود الجاهر رحمته الله لدرجة إنا بقولك أنا في أم الأيام أول واحد من ضمن الظلم مش عايز سلم في وضع الظلم يعني يعني بحب فيلم الظلم والمظلوم وبعاية فيه برضه خدت بالك إنت أوه الله يعني برضه حتة يعني عشان هو لك هسأل لك ميمة عبدالرازي إيه يضحك هو أنا أقول لك إيه سمعت لك تشريحة لك كده فيه إسقاط يعني بتهزر إنت دكتور أنا عايز أمثل لا أنا عمري ما ممثل أه أسمعته زمان أه أنا بحكي لك أنا من ست سبع سنين كده أول واحد يروح لأيبزك أه اتحاد الكرة تصل بي يا عزيزة أبرروس أه سنة تسعين اتحاد الكرة صدق بقدرة قادر أه عشان المحسوبيات الشلت دي الكسة اللي كان ساعتها بنصفر مدربين أول فوق عشان ياخدوا كورسات هناك في لأيبزك أول فوق كان الكابتن على أبو جريشا ميمة عبد الرازق خلاص إبراهيم يوسف رحمة الله عليه محمد علي محمود مجموعة لقيت نفسي روحت لو ست الوزير عبدالله عمير قلت له أنا قرار معايا الوزير كان هو وزير كان يحبني وأول واحد قال لك زمار الحقيقة لا يطرب كان بيكتب كده في الجرنان في الإسماعيلي فقلت له ست الوزير أنا حقق كذا قال لي حاضر انت حقق كلم قال لألمان الألمان عندهم واحد واحد سوي اتنين زي ما قالوا لأم عليش إحنا أسفين المنحة لتلت أفراد بس تك وقمت إيه من ضمن الحاجات طب ليه